إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله بلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصح لهذه الأمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هارك إن أصتغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محجثاتها وأن كل محجثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى كما جعل لهذه الحياة بدايةً جعل لها نهاية والحياة عند الله هي حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الناس يوم القيامة الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم وعاصيهم كلهم سيقفون أمام الله عز وجل لا تقفى عليه منهم خافيةٌ سبحانه وتعالى سننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة البرزخ وهذه الدار هي قنطرةٌ بين الدنيا والآخرة ثم يأتين يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضيعةٍ عما أرضعت الله أكبر المرضعة التي في جنينها الرضيع تُسرع مما ترى من الهو تذهل كل مرضيعةٍ عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله الشديد لماذا؟ لأن الكفار والعصات من أول ما يخرجون من قبورهم وقد علموا أنهم في النار حينما يسألهم منكرٌ ونكير عن الدين والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الإجابات منهم خاطية فيعلمون أن مصيرهم وعرضهم على الله ليس بمحمودٍ لهم فهم يقولون ربي لا تقم الساعة يا رب لا تفضحنا وقد سترتنى في قبورنا ولكن هيهات هيهات الله سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخبى منكم خافية تصوروا أن يومئذ في هذه الصورة ذكرت خمس مرات لبيان التهويل والتقريع والتخويف والتوبيخ لهؤلاء تعرضون لا تخبى منكم خافية وعرضوا على ربك صفاً قال ابن عاشر وقيرهم كالصفوف بعضها فتتتلوا بعضاً وقيلهم جماعات وزرافات يوم العرض على الله وما أدراك ما يوم العرض على الله حتى الأنبياء والرسل ليفزعون من هول الموقف أمام الله عز وجل نوح وموسى وإبراهيم وعيسى ثم ياتون للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الشبيع سيد ولد آدم ليشفع عند الله عز وجل فيرون ما هم فيه من الهول والمفسع يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكون الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً غرلا تقول له أمنا عاشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس يحشرون حفاتاً وعرات فسيرى الرجل منهم عورة المرأة ليقول لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ابنة صديق يا عائشة الموقف أعظم من أن يرى بعضهم إلى عورة بعض الله سبحانه وتعالى سيكشف القطاء ويكسف الحجب فيرى هؤلاء ماذا حصر منهم والناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير فريق يقول ها مقرأ كتابيه يأخذ صحيفة عمله بيمينه ها مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قال العلماء هو في عيشة راضية في الدنيا وفي القبر ويوم العرض على الله لأن الله سبحانه وتعالى من يحبه يرضى عنه يقول الله عز وجل في الملأة الأعلى للملاكة يا ملائكتي إني يحب فلان فيحبوه فيحبوه جميع أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض فيرضى الله عنه فيقول ها مقرأ كتابي أنا لست خائف ولست وجل ومع ذلك يأخذ الصفحيفة عمله بيمينه يوم تطاير الصحف حتى أن الناس من شدة الهول تضيعوا منهم العقول وقدَّنت منهم الشمس فوق رؤوسهم يرون ما يحصل لهم من هول المفزع يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد السماوات ستكون سماء واحد والأراضين ستكون أرضا واحد سيقف جميع الخلاق منذ فجر الخليقة من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر شخص يقبضه الله عز وجل من هذه الدنيا بس كلهم سيقفون وسيعرضون وإن سحاسبهم سبحانه وتعالى عن أعمالهم دقيقها وجليلها برها وفاجرها ولكن الله سبحانه وتعالى يحجب عن الكفار وجه الشريف الكريم سبحانه وتعالى توبيخا وتقريعا وإذنالا لهؤلاء الموقف يوم القيامة ليس بالسهل وليس بالهيئة لأن الناس منهم من يرجمه العرق والجامل ومنهم من يصل إلى منكبيه ومنهم 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 من شدة الهوت يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شدة هذا الموقف عن قول الله وترى الناس سكارة وما هم سكارة لا يبقهون ولا يعرفون ماذا يقولون أمام الله عز وجل وهو الذي سبحانه وتعالى يقررهم بالذنب ذنبا ذنبا يقول الله عز وجل العبد أتذكر ذنبا كذا وخطيئة كذا وفعل كذا فمن شدة الهول والمفزع لا يذكر فيقول له ربي سبحانه وتعالى نعم إن كان صالحا تقيا طيبا وعنده ذنوب المعاصي وقال يقول الله له أذنبتها في الدنيا وسترتها عليك في الآخرة أما وإذا كان والعياذ بالله من العُصات فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحه سيمر على تلكم القنطرة الصراط كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا وهذا يوم العرض على الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا أهل التقوى ونذر الظالمين فيها جثيا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصراط جسر على متل جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف منهم من يجاوزه مشا ومنهم من يعدوه عدوا ومنهم من يمر عليك البرق الخاطف ومنهم من تأخذوك لابيش الملائكة فتسقطوه بالنار والعياذ بالله والله يا أحبة لنتذكر ذلك من الموقف العظيم عرضنا على الله عز وجل إذا أصلحنا السرائر لا بد أن نصلح السرائر حتى تصلح مننا الظواهر إذا لم نصلح بواطننا وقلوبنا بما يسعدنا عند الله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله إن كان الله قد ستر علينا في الدنيا فأولاك سنعرض سنعرض أمام البشر فيعرف قدرة فلان وقدرة فلان والناس يرونه قد فعل وفعل وفعل وستره الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يعمل بعمل أهل الآخر أمام الناس ولكنه يكذب على هذا وينافق هذا ويأخذ مال هذا والناس يظنونه صالحا فيفرح الله عز وجل يوم القيام وهناك شخص عنده ذنوب ومعاص وخطيئات ولكنه قلبه سليم قلبه سليم ونفسه طيبة ويشعر بالإذلال والخوف من الله ولكن شيطانه يغري بهذا الذنب فالله عز وجل يعلم منه صدق هذا العمل سيعرض أمام الله هؤلاء وهؤلاء حتى تتطاير الصحف وحتى يظن العبد أنه هلك وهؤلاء أصحاب البطاقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لتتطاير صحفه حتى لا يبقى له شيء عند الله عز وجل فيظن أنه هلك ويظن أنه سيلقى به إلى النار فيقول الله عز وجل له يا عبدي إن عندك صحائب كثيرة بها خطيئات وقدرات وسيئات ولكن يا عبدي لك عندي بطاقة فترفع له هذه البطاقة فإذا بها لا إله إلا الله كلمة التوحيد أفضل الدعاء كما قال محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فتخرج هذه البطاقة التي بها كلمة التوحيد التي قالها وعمل بها صدقاً في حياته فتطيش هذه البطاقة ببطاقات التي بها الذنوب والخطايا والغدرات والسيئات فيقول الله عز وجل خذوا عبدي إلى الجنة بعد أن كان يظن أنه من أهل النار لنعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً والله يا عباد الله هذه الدنيا سريعٌ انقضاؤه سريعةٌ أيامها أما كنا قبل سنوات الشباب والشاب كان مننا طفلاً ثم تمضي بنا السنون والأعوام حتى تُقرِّبُنا إلى آجالنا وإلى قبورنا فلنتذكَّر يوم العرض عليه لنتذكَّر الآن يوم العرض على الله عز وجل أن نأتي بنفوسٍ طيبة وقلوبٍ سليمة ليس بها نفاقٌ ولا كذبٌ ولا غدرٌ لساننا لا يفتر عن ذكر الله لا يكون سباباً شتاماً لعاناً بل لا يقول إلا طيباً ولا يخرج منه إلا طيباً وليس وعياذ بالله كذاك الشخص الذي يقول كنتُ آمُرُكم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر فآتيه والعياذ بالله لنُصلِح أنفسنا صلاحًا يرضاه عنا سبحانه وتعالى يوم العرض عليه والله لن تنفعنا يوم العرض عليه لا أنسابنا ولا أحسابنا ولا مناصبنا ولا أعمالنا ولا أي شيء والله لا يقبل من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلبٍ سليم هذه القلوب إذا صلوا حتى كما في حديث النعمان المشير في البخاري صلُح سائر العبد لنصلُح قلوبنا لأن القلوب إذا صلُحت أفاض الصلاحها على سائر الجوان فتكون أنفسنا عند العرض على الله عز وجل قلوبٌ خاشعة نفوسٌ مطمعنة مرتاحةٌ لضمائرها ولقلوبها ولنياتها التي أحسنتها صدقًا في الدنيا فأراها الله عز وجل منها خيرًا يوم العرض عليه أقرأوا كتابي كتابي ليس فيه إلا تلاوة قرآن وذكرٌ وذكرٌ ونصيحةٌ وإرشادٌ وأمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر ليس في صحيفتي إلا ما يُبيِّض وجهي يوم تبيضُّ وجوه وتسودُّ وجوه لنُرِي الله من أنفسنا خيرًا لنُرِي الله من أنفسنا خيرًا في أنفسنا ومن تحت أيدينا والله سوف نُسال عن الصغير والكبير وعن الفتير وعن القطمير فمن أصلحَ دنياه وأصلحَ نيته وأصلحَ عمله صلُحَ بإذن الله عز وجل وحسن أمرُه عند الله عز وجل يوم القيامة وجوهٌ يومئذ ناظِرة لماذا ناظِرة إلى ربِّها ناظِرة لأنها أصلحَت سرائرها وأعمالها في الدنيا فبيَّض الله وجوهها وجعلها ناظِرةً له يوم العرض عليه ولا نكون والعياذ بالله كالوجوه الباسرة كالوجوه المُظلمة التي والعياذ بالله تُسلِح الظاهر وتُفسُدُ الباطِن ليسَ بيننا وبين الله نسَبًا ولكن الله عز وجل وعدنا أن من كان منا صالحًا تقيًّا طيِّبًا مُقيِّبًا للصلوات مع الجماعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصلحَ نيته وتوحيده وأصلحَ عمله وأصلحَ قوله فهذا سيُعرَضُ على الله ريِّبَةٍ نفسُه مُرتَع خاصةً عندما يلقَ الله عز وجل فتنزُلُ به الملاكة الرحمة يا أيها النفسُ المُطمئنة ارجعِي إلى ربك راضيةً مرضية فاتقُلِي في عبادي واتقُلِي جنَّتي شكر الله لشيخنا ولحبيبنا الشيخ إبراهيم البُبشيت إمام هذا الجامع المُبارك فوالله إن الإنسان ليستحِي أن يتكلَّم بين يدي هذا الرجل الفاضل ولا حُبُّ المدح ولا الثناء لهذا الشخص ولكن أسأل الله له ولكم أن يُبارِكَ لكم وله في أعمالكم وأعمالكم وإصرحَ نياتكم وأقوالكم ويجعلكم يوم العرض عليه تسعدون وتأنسون بما عملتم من أعمالٍ صالحة وقد أفاضَ الله عز وجل عليكم من رحماته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءُ ذاك الرجل فيقول فقال له يا رسول الله أننا سندخل الجنَّة بأعمالنا قال لا والله قال له يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله منه بفضلٍ منه ورحمة أسأل سبحانه وتعالى لشيخنا ولكم صلاح القول وصلاح القول اللهم في هذه الليلة المباركة ما سألناك من خير فأعطينا وما قصرت عنه أمالنا فابتدينا وما لم نسألك من الخيرات فبلِّغنا اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وصالح أقوالنا وأعمالنا اللهم أعلّف ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام اللهم أوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وأعوانه وهو زرائه لما تحب وترضى اللهم خذ من أواصيهم للبرِّ والتقوى اللهم أعينهم على أمر الدين والدنيا اللهم أجعلهم سلماً وحفظاً وعوناً لأهل الإسلام والمسلمين واجعل بلادنا بلاد الحرمين منارة أمن وإيمان وسلامة وإسلام اكفنا يا ربنا وولاة أمرنا وأحبابنا وعلمائنا والناس أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر ما يدب فوق الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم أحفظنا بحفظك واكلانا برعايتك اللهم أحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين وبالإسلام قاعدين اللهم لا تشبت بنا عدواً ولا حاسداً يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين وأحمة أمن وإيمان وسلامة وإسلام اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا والحرمين الشريفين وعلمائنا والمسلمين أجمعين بالشغل اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل حاله في السفيال وأمره إلى وبال اللهم اكفرنا شر الدواعش وشر الإرهابيين وشر من يريد بولاة أمرنا وعلمائنا ورجال أمرنا البواسل شرًا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم سلِّم دون ودنا البواسل الذين يقاتلون حياظاً عن الدين وعن العقيدة وعن الوطن في حجود الجنوب اللهم سلِّمهم في أجسادهم وفي أقوالهم وأعمالهم اللهم احفظهم في زوجاتهم وأولادهم وممتلكاتهم اللهم أثبتهم اللهم أسدد رميهم اللهم أقوهم بقوتك اللهم أكفيهم شر الحوثيين والعفاشيين وشر من يريد بهم شر احفظهم واجعلهم حياظًا آمنةً لبلادنا ومقدساتنا ولولاة أمرنا ولعلمائنا والمسلمين المجمعين اللهم اجعلنا ممن يُعرضون عليك يوم القيامة بوجوه ناظرة بوجوه طيبة زيَّنت لنا يا ربنا الجنان اللهم احسن خاتمتنا عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شارة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله اللهم بيَّض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعل قبورنا من بعد فراق الدنيا من خير منازلنا اللهم افسح لنا فيها مدَّ أبصارنا اللهم ثبَّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم كنا ضاحكين مستبشرين حينما يغادر الدنيا والناس حولنا يبكون اللهم آمنا من الفسع الأكبر يوم العرض عليك اللهم اجعلنا إلى الجنان ساكنين ولحوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله صحبه من الوالدين ومن يده الشريفة ساقين من حوض الكوثر يا أرحم الراحمين اجعل منازلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهاداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم سلِّم إخواننا أهل السنة في العراق اللهم سلِّم إخواننا في الموصل اللهم سلِّم إخواننا في الفلوجة اللهم سلِّم أهل السنة في بلاد الرافتين فإن عدوان الظلم والبغي قد طال عليهم اللهم أشرق عليهم شمس الأمن والإيمان اللهم أشرق عليهم شمس التوحيد والخير والبركة رُدَّ عنهم كيد من يريد بهم شرًّا اللهم أحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم أسلِّمهم من الحجد الشعبي ومن الروافض ومن كل أعوان الشر والبغي يا رحم الراحمين اللهم أجعل بلاد سوريا بلاد الشام حياظًا وخيرًا على أهلها اللهم أسلِّم أهل حلب وأهل الشام من شر من يريد بهم شر أمنهم من الفزع والقتل والخوف والبغي من هؤلاء الظلمة الغاصبين اللهم أسلِّم يمننا السعيد من الحوثيين والعفاشيين والمنافقين اللهم إن بلاد اليمن بلاد خيرٍ وبركة بلاد علمٍ ورزق اللهم أحفظ على أهلها وأحبابها البركة والإيمان والسلامة والإسلام والأمن اللهم أدرع عن إخواننا في ليبيا الفتن اللهم أكرق فيهم شر المنافقين وشر من يريد بأمنهم وعقيلتهم ومساجدهم وأعراضهم شر اللهم أسلِّم إخواننا المستضعفين في بورما واركان اللهم أسلِّمهم واحفظهم من شر الهندوسيين الغاصبين اللهم أسلِّم المسجد الأقصى من براثل اليهود الغاصبين اللهم أسلِّمه لأهل الحقِّ وأهل السنة وأهل الخير اللهم أجعل بلاد الإسلام اللهم أجعل بلاد الإسلام بلاد خيرٍ وبركة اللهم أغدق عليهم الأرزاق والبركات والخيرات اللهم أجعل بلاد المسلمين بلاد سنة بلاد توحيد أبعد عنهم من يريد بهم شرًّا بعقيدتهم ودينهم أجعلهم لإقتال لكتابك تالين ولسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم متمسِّكين ومحافظين اللهم أسلِّمهم أسلِّر نساءهم وبناتهم بالحجاب واكفيهم شرَّ الأسواق والأهواء والأدواء واكفيهم شرَّ مواقع التواصل الاجتماعي اللهم أسلِّم شبابنا اللهم أسلِّم شبابنا وشاباتنا من شر من يريد بهم شر في عقورهم وفي قلوبهم وفي جوارحهم وفي فروجهم وفي أعراضهم اللهم أسلِّمهم لوالديهم واجعلهم بارِّين بوالديهم اللهم أجعلهم صلاحًا مُصلحين هُداتًا مُقتدين اللهم أُفِّق المسلمين والمسلمات لما تحبُّ وترضى من خير الأقوال والأعمال ربنا عليك توكَّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تسُق قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إنك أنت الوهاب اللهم أرزُقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة نرضوانا ربنا تقبل منها إنك أنت السمين العليم وتبع علينا ووالدينا وجميع المسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين قد قلت ما قلت إن كان صوابًا فهذا من الله وفضله وعونه وأن كان فيه من زلل وخطأ فهذا من نفسي المقصر والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلِّ الله أمه وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر